أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجار وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم بعزاء المليكة الكبرى سيدة العالمين وملحقة الوجود أجمع بحضرة رسول الله وأمير المؤمنين والأئمة ميزانه الأعلى وعدله الأوثق وولايته الكبرى والحقيقة المحمدية التي ظهرت في هذا العالم بصورة إنسان وجود روحاني فاطمة روح التي بين جنبي ولا يمكن لنا أن ندرك هذه الحقيقة حتى ندرك بيان مقام هذه الروحانية لحضرة رسول الله التي بينها الحق المتعال في تجليات عدة في كتابه وكشف لحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل جهة من الجهات جهة من هذه الروحانية هي روح بصيغة ليس بيان عن جنسها بل بيانها بمقام الروحانية المطلقة التي تجتمع معها كل الأرواح مجلس الليالي الفاطمية مجلس سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلام عليها هو مجلس معرفة الله وبالتالي معرفة الله ممتنعة من غير حجاب ومن غير آية ولذلك عبر الحق المتعال عن وجودات كل تجلياته بالآيات فكانت الآية الإلهية الكبرى هي مقام الولاية لحضرة رسول الله وحضرة أمير المؤمنين وحضرات الأئمة وبذلك كانوا أسماء إلهية وحينما نتحدث عن هكذا وجودات في مثل هذه الليالي لنستدرج ونشارك في أفئدتنا وقلوبنا الملأ الذي انكشف عنه كل ظلمة بسبب وجودها سنتلو في هذه الليلة المباركة إن شاء الله في كل رتب الوجود كيف افتكر الحق حدوثاً وبقاءاً إلى هذه النعمة الوجودية الإلهية التي لا يماثلها وجود على الأطلاق بينما نجد أن سير الأنبياء والملكوتيين والعرش والكرسي وجميع خلق ربنا أنه زاحف إلى الحق وأنه ذاهب إلى الحق حتى يهتدى هذا شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام يبين حقيقته الحق المتعال في كتابه فيقول إني ذاهب إلى ربي سيهدين وحينما يأتي الحديث عن حضرة رسول الله وعن روحه فاطمة وعن نفسه علي بنفس الآية القرآنية وأنفسنا وأنفسكم وثمرت قلبه وفؤاده وسيره وكل عبوديته في الحسن والحسين وسير الحسين في كل تجلياته في الأئمة عليهم السلام نجد أن سيرهم لا يكونوا ذاهبا إلى ربي بل ذهابهم إلى الربهم في هبوطهم من علياء مقامهم كما قال الحق المتعال في كتابه استكبرت أم كنت من العالين حينما سئل حضرة رسول الله ومن العالين يا رسول الله فقال محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين جهتان لم تؤمر بالسجود إلى الله وجهد تمردت على قول الله في السجود لآدم لنعلم هناك حينما كان الخطاب على جنس الملكوتيين وإبليس لعنه الله ومن جنس الجن فكيف يشمله خطاب الحق المتعال فكان الله يخاطب الوجود الملكوتي الحاضر فيه إبليس لأن كل وجود له وجود ملكوتي في السماء وهذا ما قاله إمامنا صادق عليه السلام في تفسير قول الحق المتعال يا من أظهر الجميل وسترى القبيح أن العبد إذا صنع الحسن أمر الله الملائكة أن تنظر إلى مثاله في السماء وهو الذي يقول ولكل واحد منكم مثال في السماء هذا المثال يسمى وجود ملكوتي وهو مشمول مع الروحانيين إبليس حينما كان وجوده الناري ووجوده الروحاني يعبد الحق المتعال للوصول وكانت عبادته لأجل أن يصل ولأجل أن يرتفع ولأجل أن لا يكون بينه وبين الحق تعالى حجاب اسمه آدم ومتجليات الحق واضحة في مقام العلو الأكبر الذي هي كلمة الله العليا والتي هي مظاهرها هذه الأشباح التي ظهرت في مقام الشبحية أنا في هذه الليلة لست بصدد بيان فطق هذه الحقيقة ولكن حينما نجد الله تعالى في كتابه يتحدث عن رسول الله فيقول له وإنك لتهدي إلى سراط مستقيم وليس بين الله سبحانه وتعالى وبين رسول الله أي حجاب يهدي رسول الله ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته هذه العندية ليست مكانية لأنها تلزم من ذلك المحدودية والعياذ بالله الله أعز وأجل أن يحدى بشيء أو يشبهه شيء ولكن العندية هي مقام قاب قوسين أو أدنى علوا واقترابا من العلي الأعلى وهي القرب من مقام الحق ومعنى القرب من مقام الحق المتعال أنه تجلت فيه كل الأسماء الإلهية وكان واسطة الفيت في التنزل لكل الأشياء ومن هنا أدخل في ليلتنا هذه على مقام لم نتعرض له فيما مضى وإن أشرنا في بعض إشاراته بشيء من هذا وهو مقام المحمود لحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمر العالمين أن يسأل الله أن يعطي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم المقام المحمود حتى لا يظن البعض والعياذ بالله أنها هي درجة في الآخرة المسؤول عنها العالمين لم ينلها رسول الله في هذه الليلة إن شاء الله تعالى أنا أتعرض لهذا المقام المحمود ومن أعان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حمله ومن سلم رايته منذ المبدأ إلى المنتهى والمعلوم أن مقام الحمد هو مقام النعم والمحمود هو الشيء المثنى على نعمه ولذلك يقال شيبة الحمد أنه صاحب ماذا النعمة وصاحب الخيرات قد يظن البعض أن هذا المقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقام الحمد هو بعينه الذي كان في الأولى فلماذا يحتاجه في الآخرة وهو يملكه في الأولى ولماذا نسأل الله الحق المتعال عز وجل أن يبعث محمدًا المقام المحمود وهذا ما وقع به بعض الناس حينما ظنوا وشكوا أن سير رسول الله إلى هذا المقام والعياذ بالله هو سير شخصي إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو وجود وحجاب إلهي وكلمة عليا فوق أي محامد ولها شأن فوق المحامد بل المحامد لواء في يدها وليست ذاتها وفرق كبير بين أن يحمل اللواء المرء وبين أن يكون ذاته قد خلط البعض والعياذ بالله أن هذا شأن نسأله لرسول الله أجرا للرسالة وكل منا على درجة وأنا أقل الخلق في المعرفة لأني أجهل الناس وأضعف الناس علما ولكن أصحاب القلوب الذين عاينوا مقام الحمد لرسول الله سيجدون أنه منذ مبعثه الأول خرج من يده وليست ذاته وذاته شيء أعظم من ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد عبر عن وجوده الأقدس مع أهل بيته بذكره ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته بمقام الجمع وليس بمقام الفرد دليل أنه فوق النعم فوق الأشياء التي يمكن أن تتصور لأن من يكون عند الله سبحانه وتعالى تتجلى فيه كل الصفات الإلهية فهل يمكن لأحد أن يشارك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا؟ حاش لله اعلموا أيها الإخوة الأعزاء أن الخيرات تابعة لوجود نورانية حضرة رسول الله ومن هنا حينما يفصح الله سبحانه وتعالى ويبين عن المقام الأول عنده بمقام الغيب المطلق والضمير الذي لا يدرك من أوله ولا آخره فيأتيه بضمير الغائب الغير معلوم وبعد ذلك تتجلى الأسماء والصفات وهذا شأن من شأن بيان تنزل رسول الله من عنده قاب قوسين أو أدنى إن الهوية لحضرة رسول الله ولحضرة أمير المؤمنين ولحضرة سيدة النساء ولحضرة الحسن ولحضرة الحسين إلى حضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سيرهم في النزول إلى الكائنات وليس في الصعود لذلك قال إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين ولكن سير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلقى عليه حمل الهداية ويهبط إلى الكائنات ليفطقها وجوداً وحفظاً وتشريعاً وحملاً ورفعة للآخرين وجود رسول الله مع الخيرات ليس أنك أصبحت في مقام رسول الله وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته في تقلب رتب الوجود من عالم الذر الأول وقبله بل والقبل فتق الوجود إذا كان لرسول الله صحبة فإن ذلك لحفظها لأنها تفتقر إلى وجوده حدوثاً وبقاءاً ومن غير وجوده بقاءاً تنعدم لأن لا أصل لها كل الأشياء قائمة به هذا معنى ولولا هؤلاء ما خلقت سماء مبنية مو أنه الهدف أنه ما بيخلق إلا لأجله أصلاً لا يمكن أن تكون من غيرهم لأن الله سبحانه وتعالى هذا معلوم ليس موطن بحثنا في هذا المجلس مقام إحدي جمعي كله كمال وكله خالقية وكله رازقية ولا يظن أحد أنه العياذ بالله التركيب وغيرها من الجهل أو اتحاد حلول بعض ما يتصور البعض ليس هذا هو الموطن البحث بحثنا في مثل الليالي الفاطمية هي كشف عن رتب هذه الوجود حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبئنا بأن الحق المتعال قال له بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبطر المنقطع المندفي في رتب الوجود أجمع هو شانئ رسول الله والمبغض لرسول الله فصر الكوثر بأنه الخير الكثير الله سبحانه وتعالى يقول إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر وهو الشيء صغير من مقامات سيدة النساء صلى الله عليه وسلم وليس سيدة النساء وهي شيء أعظم من ذلك لأن الله يبين أنها عنده ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته أنا اليوم أحط شوية نقاط معلاش يمكن بعض المقدمات ما بينت لكن أوجه كلامي لبعض الإخوان الذين يلتفتون إن شاء الله بذلك هذا الكوثر كيف كشف عنه حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سؤال انظروا أيها الأخوة الأعزاء في سؤال جابر بن عبد الله حينما سأل حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أول شيء خلقه الله تعالى قال يا جابر أول من خلق الله نور نبيكم ومنه خلق كل خير كل شيء في الوجود ما دون محمد وآله صلى الله عليه وآله سنرى أنه إذا كان خيرا لنا أصل وجود العرش هو خيرات لأنكم أنتم تحتاجون إلى ظهور مقام التدبير لا بد وأن يكون هناك عرش أنتم تحتاجون إلى وجود عون ملكوتي خلق من هذا النور هذا الملكوت أنتم تحتاجون إلى هذا السير في النزول والصعود خلق الأرض ورد عندنا في الروايات وخلق الأرض لأجل سبعة منهم سلمان رضوان الله تعالى عليه إذا سلمان طلع له الأرض فكيف بالعوالم الأخرى منهم إن لله عز وجل إثنى عشر ألف عالم كل عالم يقول عنه الإمام الصادق عليه السلام أكبر من السماوات والأرض وجميعا يدينون لنا بالولاية مو حسبها لك أنه أنت فقط ومع شوية عشيري وشوية عرب وعجم يعني فكر أنك طوات الدنيا كل يد لا مو هيك نحن القرى الأرضية ما بتطلع حب كل 23 أرض لتطلع حب الطراب في مجرد درب التبانة اليوم حلماء الفلك يقولون هناك مليارات من الأفلاك كدرب التبانة نحن لا نستطيع ومما يعرشون ومما يعرشون لا نستطيع أن نتخيل ما هو خلف الأرض لا نستطيع أن نتخيل أي وجه من الوجوه لا جابلقة ولا جابرسة لا يمكن لنا أن نتخيل ما هو البعد المعنوي بل فضلا البعد المادي نحن لا ندرك نحن ندرك ما في أجواف بطوننا فكيف نستطيع أن ندرك حكمة هذا العالم من أفضل نعم الله عز وجل أننا ندعانا إلى طاعة رسوله وطاعة أهل بيته وشارك قلوبنا قلوب الأنبياء والمرسلين والملكوتيين يعني ما تكبر الخس كتير براس البعض يفكر حاله محمد وأني يعني نفس الشيء المقام المحمود هذا سنتحدث به في ليلتنا من مبعثه الأول إلى نهايته الأخرى كيف يناله رسول الله ليش سألنا أن يبعثنا مع المقام المحمود أن يبعثنا الله مع المقام المحمود أو يجعلنا مع المقام المحمود المقام المحمود هو النعم التي خرجت من محمد وليس مقام محمد لأنها هي الخير ولذلك بالدعاء اجعلني في كل خير جعلت فيه محمداً وآله مش معناته صرت محمد مش معناته صرت علي مش معناته الله أدخل محمد في الخيرات في هذا العالم فقط ليستقر الخير وإلا من غير وجود محمد لا يمكن أن يستقر الخير لا في الأولى ولا في الآخرة فإن لمحمد في كل رتب الوجود ولعلي في كل رتب الوجود ولفاطمة في كل رتب الوجود تجل وفي كل عالم لهم جسم متجل وصفات متجلية أنا وأنت محدودين بالذر لكن هؤلاء حينما نتحدث عنهم نتحدث عنهم كما قال الله أنهم الوسيلة نتحدث عنهم حينما تدعي أنهم وسيلة يعني أنهم واسطة فائد حينما تدعي أنهم حجة على الخلائق يعني في كل خلق لهم مثال يخلقه الله أنت بتؤمن يكون إلك مثال بالسماء ما بتؤمن لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون له مثال مع كل الخلق لأنه هو الحجة عليهم كيف يحتج الله عليهم إن لم يكن له وجود ومثال من تنزل محمد بيخلق مثال أنت من تسبيح لإلك بتخلق في الجنة شجر ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وعليه من تسبيحه ما لا يمكن أن يخلق شيء تعالوا لتجدوا وتنظروا في تسبيح محمد الذي لو اجتمع الكون ولو اجتمعت الخلائق جميعا وأهل خلق الله من عرشه الأكبر إلى نهايته وكبروا بتكبيره لم يصلوا إلى عشر المعشار من تكبيرة محمد ومن تكبيرة علي في معنى تنزيه الخالق وتسبيح الخالق لأنه أعرفهم بالخالق يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت مش هيك بتقروا على أساس أنتو وكل وجود ما يسأل مش عنا نحن إذا سبح العبد بنيت له بنى الله له من تسبيحه لبنى من فضة ولبنى من ذهب في قصور الجنة مش هيك قرأتوا أنتو بتجل الأعمال لأعمال الآخرة تسبيح وتسبيحك بابنى وتسبيح رسول الله الذي قال الله عنده ومن عنده لا يستكبرون والذي استصناه الله من السجود وأهل بيته أن يسجدوا لأحد بل كل الوجودات سجدوا لسفيرهم كما نبأنا الله بأن آدم عليه السلام أخذ الله منه الميثاق لمحمد ولذلك قال وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما أتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا تنصروا الله الله عم يتحدث هذا قرآن ولا من قرآن هذا قرآن ولا من قرآن يا آدم نبؤهم بأسمائهم مش بإسمك بأسمائهم هذا قرآن ولا من قرآن من العهد والميثاق الذي أخذه الله عليه شوي بيطلع محمد وأنا وأنا بنال كل مقامات محمد هذا حكي أشبه بالمش لا يرد عليه أصلا ولا يلتفت إليه حينما يدخلق الله سبحانه وتعالى في كل خير أدخل فيه محمد مش عبي يدخلك لمحمد الله أدخل الخير في محمد حتى يحافظ علىه ويبقى تعرف شو الخير العرش خير الكرسي خير المطر خير السماء خير الملائكة خير منازل السموات خير وتدرجة الأرض خير البرزخ خير الآزفة خير الآفكة خير الأحقاب خير العراف خير الحشر خير القيامة خير الجنة خير الله أدخل فيه محمد لتستقر بنعلي محمد هذه الوجودات كلها مو أنه أنت صرت محمد مو أنه أنت صرت محمد وإذا الله سبحانه وتعالى جعلك معه في المقام المحمود لتنال شفاعة محمد تعليم شوفوا شو هو المقام المحمود رح أتحدث عن المقام المحمود في الأولى رح أتحدث عن المقام المحمود في الآخرة لكن هو واحد لكن الكلام في نزوله من حافظ على النعمة ومن لوث النعمة ليتميز أهل الحق إلى الجنة وأهل النار إلى النار والجنة والنار ليس موطنا لمحمد الجنة ليست موطن لمحمد حاجة محمد إلى سكون الجنة لأنه قلبه يضطرب من شدة حب الكرم والإفاظة فيها وإلا الجنة مخلوقة من نعال ولديه الحسين كما يأتي في حديث أنس بن مالك بق رواية عميها موجودة طبعا بالشيعة ومنه خلق كل خير مش هيدا بتؤمن في الجنة ليست خير منه خلقات محمد قال أنا حسين وحسين مني هذا ما قلته ليش بتتطرعس وهيك دغري وبتركب لأمور وبتسبب وقال ليش حاشة لله حاشة لله الليالي الفاطمية هي الليالي الميزان أنتما كفتي الميزان وأمكما لسانة يجب أن يتبين فيها مقام البقاء لا مقام الفناء مقام البقاء في الليالي الفاطمية هو التمثل بكتاب الله وعترة أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تظلوا بعد أبدا يعني دين الله مش شعر دين الله حقاء دين الله رد المتشابه إلى المحكم كما قال الرضا صلوات الله عليه أنا بيّن ذلك مفصلا في بحوث الفقهاء في آخر الزمان من هنا ما أريد أن أتحدث لإخواني وأنا أقلهم ولا أدعي والعياذ بالله شأن من شؤون العلم بل أنا جناح بعوضة ولكن العلم هو في حديثهم في رد المتشابه إلى المحكم والفقيه كل الفقيه من رد متشابه كلامنا إلى محكمة انظروا أيها الأخوة الأعزاء في حديث مشهور طبعا وهو مروي بعدة طرق عندنا أنا الليلة إن شاء الله ما بحاول أتأخر عليكم كثير في بحار الأنوار المجلس وغيره يروي عن جابر بن عبد الله قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول شيء خلق الله تعالى ما هو فقال نور نبيك يا جابر بدك تسأل عن أول الخلق يعني النور حتى من المخلوق حتى النور من المخلوق أول من خلق عم يتحدث بمقام الخلق النكتة العلمية التي يجب أن لا تخفى على أهل العالم هي هذا الكلام ثم خلق منه كل خير ثم أقامه كل خير مخلوق من أي شيء وهذا ما قلت أن حديث أنس وأنه من العامة هو موجود في تراثنا إشارة إلى أن من نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم خلق كل شيء يا أخواني بترجيكم يعني اللي عم يسمعوني ما تستعجلوا كثير على الاستنتاجات رسول الله سيره في النزول لذلك علي عليه السلام حينما تقدم واحتضن رسول الله في المدينة أمام المسلمين وهذا حديث مروي اختفى عليه فسألوا رسول الله أين عليه قال لقد اشتاق إلى منزله الأول بالدنيا علي يستطيع أن يكون كما في المبدأ مش أنه قلوا سير وبعدين بيوصلوا الله نزلوا وهذا حكي تقسيمات خرافية أصلا مش موجودة بحديث آل محمد هو في الدنيا وباللباس يستطيع أن ينزع عنه كل شيء ومن هنا بتشوفوا المعجزات بفرجين رسول الله لحمه دم وقد آتانا الله خير مما آتا سليمان بن داود وخير مما آتا الأنبياء شو الأنبياء قدمنا الله أخذ ميثاق الأنبياء لتؤمنون به أن كل ما في أيديكم من المعجزات من المملكة من الملك الذي ملك الله فيه الخالقية والرازقية وفيه كل شيء هو منبعه فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما هذا سليمان يتحدث الله أن آتاه الله الملك بس كان يصفت شياطين وكانت تجري الرياح بأمره فكيف بأن يضاف إلى مقام الملك الإلهي مقام العظمة أي شيء يمكن أن يكون رسول الله إذا ميشي معك مش أنه صح إنما أنا بشر يعني أنا لابس لباس البشر بس بمقام التوحيد بمقام الروحانية إلي أوحي مقام روحانية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرم الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم إنك مش إني ذاهب إني ذاهب إلى ربي بمعنى الحجاب حتى جبرائيل حتى ميكائيل حتى عزرائيل حتى إصرافيل هي الجهات الأربع على رسول الله بالتنزل يكفي أن يلتفت إليها ما هي وجود مترشح من أيضا يلبس لباس البشرية لكن يوحى إليه مقام الواحدية بل مقام الإحدية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا هذه الروح الأمرية بيقول لم يشاركه فيها أحد لرسول الله غيرنا إذا روح الأمر تصعد إلى العرش وطهبت وأنا بيّنت ذلك في مقامات روحانية أيضا فليراجع الله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه إنما أنا بشر مثلكم تعرفوا ليش على البشر لأنه بيلبس لباس البشرية لأن الله قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون لباس أنا لابس لباس البشرية لكن حقيقة القلبية حقيقة روحانية قال الله سبحانه وتعالى في كتابه إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد هذا الموحى إلى رسول الله كما الموحى إليه ماذا؟ مقام الأمرية هذه شأن من الشؤون هذه شأن من الأرواح لأن لا يمكن لشيء أن يتحرك في الوجود مش الأرض لساخت الحجة لو رفع الحجة قدمه عن الأرض لساخت الوجود كله بسويخ أليس جميعا حتى عند عنوان أهل العامة أن الله حينما خلق العرش لم يستقر حتى كتب عليه اسم محمد وعلي وفاطمة والحسن الحسين إذن له تجلي كل ما في الولايات حتى الأنبياء حتى الأنبياء أنا تلوت لكم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين أليس هم من قالوا أروا الصفات اجعلنا مسلمين اجعلنا من المسلمين اجعلنا أليس كلهم لجميع لانتساب لمحمد صلى الله عليه وآله والإمام الباقر يقول والإسلام هو التسليم لنا هذا الحجاب الأول بيشرق على الأنبياء بقلب نوراني بيشرق عليك بقلب بدني إنا معاشر الأنبياء لا نكلم الناس إلا على قدر عقولهم مش إذا تنزل محمد لعندك فكر أنت محمد صرت واحد هذه يجب أن تفهم أو أهل بيته مش إذا نزل عانك وتمثل لأنك إلك سير أنت بالعلم وإنت إلك سير بالعبادة وإنت إلك سير بالجهاد مش إذا حمل سيف الإمام صرت أنه إياه نفس الشيء هذا عون لإلك أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمداً صلى الله عليه وآله وسلم الخير اللي أدخل فيه محمد ليحفظ الخير مش ليمشي فيه محمد أو يرثه محمد ما هو منه خرج وهذا معنى ومنه خلق كل خير واضح الأمور ولذلك الإمام صلى الله عليه وسلم يقول التشبه بنا كفر عشرات الروايات بذلك لأن دعوة والعياذ بالله بابية الحق الله لم يجعلها لنبي ولا لولي ولم يجعلها لملكوت أليس هذا جبرائيل يقول ولو تقدمت بخطوة لحترقة أجنحته فزج فيه بالنور هل أتحدي أنا يا رسول الله أنا صاحبتك لتحفظني ونزل رسول الله ولولا شفقتنا عليكم لكننا عن مخاطبتكم في شغل مقام الولي إذا مشيت معك مش يعني محتاجيتك جيت مظملك سيرك لتمشيك بتوقع علي كل البلايا الإمام الصادق سلام الله عليه كان له من بعض الأصحاب مع أبيه الباقر المفضل بن عمر رضوان الله تعالى عليه وهو من الأولياء في العلم الإلهي أن المفضل يجب أن يبتلى بموت ابنه إسماعيل الإمام جبله ولد وسماه إسماعيل وموته قبله حتى ما يحترق قلبه كتير ويتواسف فيه هيده مصائب أهل البيت حتى أنتم ما تنوجعوا حتى إذا وقع عليكم مصاط الذكر ومصابنا فتنسون لأجل الحاب نحن ممن ننقذيلكم أقلوبكم بس أنتم سيركم ما بيمشي إلا بهاك مش أنا ومحمد صرط واحد أو أنا وعليه عليه السلام عيسى والخضر وجميعا هولب يحيوا وبيخلقوا الله يقول وإذا أخذ الله منهم الميثاق لتؤمنون برسول الله ولتنصرون يقول أمير المؤمنين ولم ينصرون ولابد أن يبعثهم الله حتى يحققوا شرطهم الثاني مع ولد الحجة صلى الله عليه أنتم حسبالكم يعني الأمور أنا اليوم أستعرض بعض التنبيهات حتى لا يقع أحد لأنه والعياذ بالله عم تشوف بعض الذين يدعون العلم عبيوه شو ألحكي هذا ثم خلق منه كل خير ثم أقامه بين يديه مقام القرب ما شاء الله حتى بمقام القرب في ردب أعلى بس القرب حتى تنتج وجودات مش حتى يتستفيد من الوجودات محمد الله لا يستفيد من أي شيء ولذلك يقول الإمام إننا لا نحتاج إلى الأشياء ما نحتاجين شيء يعني عشوية بيأكلوا الطير حتى يطيط الطير إذا أكلوا الإمام يطلع يفتخروا ينبسط ما بيحرموا من هذه اللذة القرب لك هو المؤمن بعصر الظهور مو بالجنة بيأكل الطير وبيشوي بيرمي عظام وبيرجع الله بيكسيلوا يا لحم ويطير بين أقرانه يفتخر أكلني ولي الله إذا الطير بيستقنس ما هي أمم أمثالكم تراب أمم الطير أمم الحشرات أمم كل الوجودات أمم وكفي نمل الله حبسهم بالبحار لا يطلع منهم دعوة حينما تأتي الضفضعة وتطعمها من فمها لا يطلع منهم دعوة إلهي لا تنسى عبادك المؤمنين لا يستذكر نمل الله حمل دعاء المؤمن سويها نملة وحبسها عمياء في قعر البحار حتى إذا وصلها رزقها تقول عجيب كيف الله بظلمات ثلاث وصل للرزق وما نسين يا رب ما تنسى عبادك المؤمنين الله حشرها وحمله كل هذا الضغط حتى تدعي بهذا الدعاء حتى تأكل وتشرب أنت حسبا لك دعاءك ممشي الكون كم الله سبحانه وتعالى خالق أشياء نحن أجهل من أن نفقه ذرة من ذراتها أو حكمة من حكمها دي غير بصير أنا ببلغ المقام المحمود شو هالحكي هذا شو هالحكي هذا نملة بقول داود حشرها بس لا تدعي الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء تحملت كلها الضغط أنت ما بتتحمله أنا وأنت ما منتحمله بس نملة حملته بس لا تدعي إلهي لا تنسى عبادك المؤمنين شو دغري هيك لأمور تعاول والعياذ بالله جاي الحك ثم أقامه بين يديه مقام القرب ما شاء الله أنا في هذه الليلة لن أتعرض إلى شرح الحديث كل الذي أردت أن أخذ منه ومنه خلق كل خير أن الخير المدع مخلوق ومترشح من ماذا من هذه النورانية تعالوا لتشوف بأي درجة ترشح الأنبيا من هالنور مش أنا وأنت أنا وأنت أبصر من المخلوقين يعني أنا أقل ما يمكن من آخر خير ثم أقامه بين يديه في مقام القرب ما شاء الله ثم جعله أقصاما فخلق العرش من قسم يعني بمقام القرب حطه لا يخلق منه شو لا يرشح منه شو عرش فخلق العرش من قسم والكرسية من قسم وحملت العرش وخزنت الكرسي من قسم وأقام الرابع في مقام الحب ورأبوه منيح هذا ما شاء الله ثم جعله أقصاما فخلق القلم لذلك أول من تسارع القلم باللعن على قتل سيد الشهداء من غير إذن إلهي فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنة من قسم كلها بمقام إذن خلقت الجنة لمن أحبكم هو كل قائمين بأي شيء بمقام الحب بمقام القرب أقام العرش ليكون عونا لك الشو العرش هو عبارة عن عالم التقدير الكرسي هو عبارة عن عالم تجل الملك والتنفيذ وأقام الرابع في مقام الخوف ما شاء الله حتى يجعلوا آمن بدوا يحطوا بمقام الخوف ثم جعله أجزاء فخلق الملائكة من جزء والشمس من جزء والقمر والكوكب والكواكب من جزء وأقام الرابع في مقام الرجاء ما شاء الله ثم جعله أجزاء حرام أن يمر على هذا الحديث من غير شرح لكن ليعلم أنه لا وقت لدينا بذلك وأنا أجهل من أن أفقه هذا الحديث لكن بيانه مش صعب إذا طبقنا بعض الروايات وهو ليس علما علمنا بل علمهم عليهم السلام في مقام الحياء ما شاء الله ثم نظر إليه بعين الهيبة بعدين يعني بعد ستعشر تجل فنظر إليه بعين القسم الرابع في مقام الحياء ما شاء الله ثم نظر إليه بعين الهيبة فرشح ذلك النور وقطرت منه وقعت لي الله نظر ما حطه بمقام شو بمقام الحياء لأنه استحى من الله الله نظر لإله وقعت لي الله نظر لإله شو خلق فيه يعني لو لمقام الحياء لمكانت نظر لمكانت خلقه لمكانت أرواح وفي رواية سبحنا فعرق بمقام ممكن يكون تسبيح بمقام الحياء فعرق النور من نظرة الهيبة يعني ممكن الجمع بين كل الأحاديث ليست متعارضة وقطرت منه مئة ألف واربع وعشرون ألف قطرة فخلق الله من كل قطرة روح نبي ورسول أرواحهم مش طينطهم مش أبدانهم أرواحهم ثم تنفست أرواح الأنبياء شو بتتنفس بالنور وقت اللي بيجي الإنسان عليه نسيم بيتنفس وقت اللي ألقى رجع هالنور حاله على المقام الروحاني يتنفس فخلق الله من أنفاس من أنفاسها أرواح الأولياء والشهداء والصالحين الله بيخلق من كل حركة أنت حركة ظلم والعياذ بالله في هذا العالم يمكن تتجسم مارد أقدامه في الأرض ورأسه في السماء وأتفكر يمكن والعياذ بالله بعض الذنوب لا ترقى إلى نعل هكذا وجود مارد خاصة ظلم أئمتنا والإفتراع عليهم والإفتراع على أوليائهم الصادقين طبعا الصادقين الذين يأخذون بكتاب الله وحترة أهلا بيتي إذن المعي مع رسول الله أن نحشر في مقام يشفع لنا رسول الله انظروا أيها الأخوة الأعزاء بتأويل الآيات عن أنس بن مالك يذكر حديث عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام صلاة الفجر ثم أقبل علينا بوجهه الكريم فقال له يا رسول الله إن رأيت أن تفسر لنا قوله تعالى أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة هذه أيها بالقرآن فسرنا يا رسول الله يعني بعض الناس بيطلع معهم ما الله بيحطهم بيت واحد عشوية أو واحد بيقول لك يلا كلما اشتغلت للنبي بتعمر له بيت حرام النبي خطيه يعني عشوية قال صلى الله عليه وآله وسلم أما النبيون فأنا وأما الصديقون فأخي علي وأما الشهداء فعمي الحمزة وأما الصالحون فابنتي فاطمة هي بدرجة من الدرجات مش معنات فاطمة بالدنيا هيك بالآخرة هيك بالكذا هيك وأما الصالحون فابنتي فاطمة وأولادها الحسن والحسين قال وكان العباس طبعا من يسمى صالح مثلا داود موسى عيسى من الصالحين الله سميه صالحين هو بتتبع بيسير صالح يعني ومن تبعني فأنه مني من يتقلد هذا المقام بالتابعية وهو إفاء الميثاق وإذ أخذ الله ميثاق النبيين يعني هذه المقامات للأنبيا بتتبع بس بالأصال هي لمحمد وآله فمن يذوب في ولاية محمد وآله كما ذاب داود وغيره بقول الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكم وجاءكم رسول مصدق لتؤمنن به ولا نعم تنصر على كل هذا لا يخفى نعم قال أنا وأنت نعم وأولادها وكان العباس حاضر فوثب وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقلنا وقال ألسنا أنا وأنت وعلي وفاطمة والحسن والحسين من نبعة واحدة طرح نحن من بني هاشم ليش هالتفصيل بخصوص علي والحسن والحسين يمكن عم يسأل لا يبين يمكن لا يجاوب زين وما ذاك يا عم قال لأنك تعرف بعلي وفاطمة والحسن والحسين دوننا قال فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أما قولك يا عم ألسنا من نبعة واحدة فصدقت بالأبدان أني وانت عم ليلة بالأبدان بطينة آدم ابن باي يعني دخل علي عليه السلام فقال فقال رسول الله أهلا بمن خلقه الله قبل أبيه آدم بأربعين ألف سنة فنظرنا إلى رسول الله وقلنا له يا رسول الله ويكون الابن قبل الآب قال إن آدم أبا لأبدانكم وإن علي بن أبي طالب أبا لأرواحكم طب مواضحة ما الله سبحانه وتعالى بيقول فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فيه نشعتين للإنسان مو نشأ وحده الله بيقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون الله بيتحدث عن الأبدان أنها لباس طب شو المشكلة إذا كان أبا روحانية ما نحن تعتبرنا أنه منه خلق كل خير إذن الروايات ليست متعارضة الروايات تتحدث كلها بنشأ من النشأات يعني لو واحد ملتفت إلى مقام الروحانية لقال كيف يكون الابن قبل البي ما أنت بتقولوا ابن آدم ابنه البدني ولكن علي عليه السلام أب روحاني هون هك قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن يا عم إن الله خلقني وخلق علي وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق الله آدم إذن هو عم بتحدث له بلباس وشأن روحاني مش شأن مادي أنت عم بتحدث بالبدنية أن أنت عم ونحن وإياك من نبعة واحدة لكن بالروحانية لست أنا وأنت من نبعة واحدة الذي يكون في النبعة الواحدة هو من هو من كان أصله عنده ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته قبل أن يخلق الله آدم حين لا سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا ظلمة ولا نور ولا شمس ولا قمر ولا جنة ولا نار فقال العباس فكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله فقال يا عم لما أراد الله أن يخلق يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نورا ثم تكلم بكلمة أخرى فخلق منها روحا ثم مرج النور بالروح لأنه لا يقوم أحد ما بغير الآخر بمقام التنزل لأن الوجودات ما بتستطيع أن تستطع من كلمة جامعة تحتاج إلى مقام الروحانية فأنزل روح وعشان يكسر فيه الروحانيين لماذ إبراهيم نظر إليهم قال اللهم اجعلني من شيعة فأنزل الله وأن من شيعته لإبراهيم وكذلك لنري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليقون من المقنين زين ثم مزج النور بالروح يعني التنزل هو ضعف في المخلوق ضعف في المخلوق الذي يريد أن يوالي محمد إلى أضعف شيء وهي مشاركته في البدنية مش معناه أنه صار محمد بدأ مثلي مثله فخلقني وخلق علي بعد ما مزج النور بالروح خلق سعته شيء اسمه محمد وعلي وفا إذن هم بالتنزل الثالث والحسن والحسين فكنا نسبحه حين لا تسبيح ونقدسه حين لا تقضيس فلما أراد الله ما في تقضيس كان لأنه شو بدأ تقدس ما هو يقدس بالحجاب وقبل الحجاب فيه ولذلك سماه الله عبده ورسوله عادة التقضيس بالأسماء وكيف تقدسها بتنزها عرفت علي كيف يعني مش ما في تقضيس ما في ما في أصد شيء لازم تخرجوا عن النقص لأنه شايفينه صورة تامة لا تشتبه ترى بتمامها ترى بعيانها فلذلك تتوجه إليها فلما أراد الله تعالى أن ينشئ الصنعة فتق نوري فخلق منه العرش فالعرش من نوري ونوري من نور الله عز وجل هذا الخير أدخل أدخل الوجود كله في كل خير أدخل فيه محمد ونوري أفضل من العرش ثم فتق نور أخي علي فخلق منه الملائكة فالملائكة من نور علي ونور علي من نور الله وعلي أفضل من الملائكة ملائكة لأنه حتى تدبر أمر حتى تتنزل حتى تستغفر للذين يعصون حتى حتى إلى غير ذلك فإذن هي بمنزل من يفتقر إلى الاستغفار بمنزل من يفتقر إلى الوجودات يعني بالتنزل صار بالكلمة الأولى هي كلمة جامعة ثم فتق نور ابنتي فاطمة فخلق منه السماوات والأرض وابنتي فاطمة نعم فالسماوات والأرض من نور ابنتي فاطمة طبعا الله هو الخالق مثل ما أنت وقتل بتسبح وبيخلق لك قصر بالجنة من تسبيحك أو قربك ما الله هو الخالق كل شي قريب لأ الله بيظهر جمال وكل شي بعيد عن الله بيظهر ألم هذا القرب القرب مش دخان وخيال وغيمة ديروا بالكم يعني بعض الناس والعياذ بالله بسر يستحضر لشوية فضاء راحب وفكر حال وعيش مع الله لا هذا التراخي قد ينزل عليك أكبر ضغط وتكون أكثر إنسان قريب لأ الله قد ينزل عليك راحة وخشوع في الصلاة ويكونوا بليسم ورثك القشوع هذا بيناه مفصلا من نور ابنتي فاطمة ونور ابنتي فاطمة من نور الله وابنتي فاطمة أفضل من السماوات والأرض ثم فتق نور ولدي الحسن وخلق منه الشمس والقمر فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن ونور الحسن من نور الله والحسن أفضل من الشمس والقمر ثم فتق نور ولدي الحسن فخلق منه الجنة والحور العين لذلك أنا قلت في أول حديثة أن رسول الله ليس يعطي الله بالجنة الجنة مخلوقة منه حاجة رسول الله أن يبذل كرمه للمؤمنين لأنه نفسهم فياضة بالكرم سجيتكم الكرم ليس أن النبي محتاج لقصور الجنة ليس مخلوقة من نعلم ولكن بما أن فيه أنس لمؤمن أنتم بعد ما تعرفوا حب رسول الله أو أهل البيت أحباء أولياء أصلا صار بالحسين وصار بفاطمة إلا لأجل أولياء لش لو ما أولياء نزلوا على هذه الدنيا فإذا تنزلوا هو دليل على ذلك بعض الناس بيتصور أن الفداء هذه فكرة والعياذ هذا جهل أصل مقام القيام الوجود كله قائم على الفداء الله لا يرتدي لا يرضى بفداء الكافرين أقرم نيح قرآن حتى تفهمه ولكن فداء المؤمن نظام الله بنا على إبراهيم عليه السلام حيث فداه بكبشل أو بذبح عظيم زين لذلك أنا أطلب من البعض أنه ما يستعجله كثير يعني عشوائي ردوا المتشابه للمحكم تفقهون ثم نعم الحور العين فالجنة والحور العين من نور ولدي الحسين ونور ولدي الحسين من نور الله وولدي الحسين أفضل من الجنة والحور العين ثم أمر الله الظلمات هون بدي أكن تنتبه ثم بعد ما خلق هذه الرتب أمر الله الظلمات عز وجل أن تمر على سحائب القطر فأظلمت السماوات على الملائكة فضجت الملائكة بالتسبيح والتقديس وقالت إلهنا إلهنا وسيدنا مذ خلقتنا وعرفتنا هذه الأشباح الخلقة وعرفتنا هذه الأشباح لم نرى بؤسا وهيتعلموها يا أهل الأرض من سياسة مين أهل السماء أنا حينما كنت أتحدث في السنين الماضية علينا بولاية آل محمد مو ولاي والعياذ ولا أتحدث فيها سياسية ولاية الإقرار بالفضل ولاية الاعتراف في يد الله الولاية الشكر لآل محمد حتى تؤدي حق شكر الله إذا بتصبط معك إذا واحد أنعمت عليه وما شكرك وتقول له ما شكرت الله بس محمد وآله الطيبين الطاهرين حيث عرق نورهم في الزمان الأول وقطر منه كل هذا الوجود ما بيستحق شكر مننا هيك بتكون شكرت الله بتقول لا اشكر الله ما تشكر محمد ألم يقل الله أن أغناهم الله ورسوله بس أنت أبو حنيفة حينما استنكر على جعفر بن محمد وقال لها أشركت يا جعفر قال له ويحك أمت لو تقول الله تعالى أن أغناهم الله ورسوله وبعد آتاهم الله من فضله ورسوله قال لك أني لم أقرأها قال نعم أنت مثلك في كتاب الله بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذه مشكلة التسارع حب الظهور عشوية واحد متعلم من أعداد أهاوة وبيصير بيجي نظر لك بالدين لا أقرأ في الدين هاك نينجي بالدين هاك أنا ما عب جيب رواية واحدة ما أتحدث به خلال هذه السنين العشر أو العشرين كله من ما أجمعت عليه الأحادي شوية بيقول لك ما متعارضة يعني مفك التعارض أنت يعني شو تعلمت بالحوز يعني ما بتعرفش إذا الموضوع اختلف ما في تعارض بيكون على كل حال هون أقرأ منيح بالحديث لأن شيعتنا أهل دراية ومعرفة مش أهل رواية والمعرفة هي الدراية للرواية مش دراية هيك بتفكر يعني أني أرى ولا غيمة ولا دخان ولا بيت شعر شو قال له هون فضجت الملائكة بالتسبيح والتقديس سبق عنوان الاستعاذ من الله التسبيح والتقديس فيكنوا تقولوا لي التسبيح والتقديس ليش ما شعل الظلمة هو ملائكة متهارين معص الله عبادهم مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون مظبوط ولا لا ليش ما شيلت الظلمة شو قال له فضجت الملائكة بالتسبيح والتقديس وقالت إلهنا وسيدنا مذ خلقتنا وعرفتنا هذه الأشباح نحن حتى نحن على ولايتها لأنه بس يعرفها بسيروا ولايتها لم نرى بؤس فبحق هذه الأشباح إلا ما كشفت عنا هذه الظلمة إذن التسبيح والتقديس ما أدى التوسل هو الذي أدى لأنه في عجل تكوينه في قصور تكوينه عن أداء حق التسبيح وحق التقديس كيف بيزبط فبحق هذه الأشباح بيزبط هذا ما عنا تتخذ إلى ربكم أنت بتعرف الله أنت بتفكر الله دخان وغيمي عشوي بالسماء هي اللي بتشته عمله الله بذهنك أو فضاء أو شوي التخيل نجوم حاشا لله لا يشبهه شيء ولا يشبهه الأشياء كل شيء تراه في تتصوره صورة مخلوقة لك وليست بإله نعم بعض الناس بيحطوا حالهم بأماكن واسعة حتى يقدروا يحكوا مع الله هذا شيء والغيمي شيء تاني أن تكون الله رأبه رأبه يا أخوان راح تشوفوها كلها هيك إلا ما كشفت عنا هذه الظلمة شو سوى الله فأخرج الله من نور ابنتي فاطمة قناديل وهذا معنى اللي قلته أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد معناته دخوله بالخير افتقاره الدائم هذا القير إلى ولاية آل محمد مش معناته أنه صرته محمد فأخرج الله من نور ابنتي فاطمة قناديل وهي تجليات سبحت فاطمة تسبيح خلقت قناديل فعلقها في بطنان العج في رواية بيقول خلقت هذه الظلمة لأنه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها أنتوا بمقام لا تسألون أني وأنت الله بيرجع على جهلنا بحلمه علينا لأننا جاهلين بس الملائكة حاضرين مش مفروض يطلع منكم هذا هذه الظلمة التسبيح والاستغفار مش هلا مش هلا تحتاجوا إلى نعل فاطمة فعلقها في بطنان العرش هذه القناديل قناديل مقم دي الواحد قناديل فأزهرت السماوات والأرض مش جابت كهرباء في بعض الناس والحياذ بالله يعني كهرباء ببيته مش أدري ضوه كهرباء ببيته مش أدري ضوه فأزهرت السماوات ثم أشرقت بنورها فلأجل ذلك سميت الزهراء هذا أحد الأسماء ولذلك الأسماء للسيدة توقفية صفاتية وجودية لأنه أزهرت السماوات والأرض ما هي دار خلق منها أسكنت فيها عبادها من الملائكة والنبيين والمرسلين والناس حتى يجتازوا ويطلعوا الجنة والنار إليوا إليك والسماوات والأرض إليوا إليك نزل محمد رأفة به حتى لا تستوحش ولي أدي فاتورة وليدفع الحسين صلوات الله وسلام عليكم كبش الفداء عن العالمين لتظهر مظاهر العدل من غير فداء أصلاً لا يمكن أن يستقر ملكوت هادي فاطمة ما فدتم بتسبيحها؟ هلأ نحن الله بيقول خلق منها قناديل بس عرفنا شو كلفت القناديل؟ ما كلها فواتير مسجلة رفصة الباب حتى الواحد يفهم شو اللي جرى على آله بيت الأحزان ما هي فواتير عم تدفعها لمحمد لأنه زعيم الوجود محمد وهي عينة على محمد ما بد التعب محمد محمد إذا بينطر وبيقف في المحشر وبييجي بالأيام لأجلك وإذا بيجي بالقبر لأجلك القبر مش لإله والأيام مش لإله والجنة مش لإله والحساب مش لإله راح تشوفوه بالمقام المحمود نزل حتى أنت ما تستوحش حتى تستأنس حتى تتلقى ويمكن يكون شخص واحد كما كان إبراهيم هو الأمة وجاي الحديث غدا إن شاء الله عن الأمة أنتم فكركم عشق أهل البيت مثل بخيالكم ما بتقدر تتصوروا محبتهم لعبيدهم بخيالكم بس نحن مثلنا مثل الأعراب نروح ونطلب حاجات دنيوية في شي واحد وقف وقف وقال له سيدي نفسي خربانة خد كل شي بس ضبط ليها نحن نروح ونطلب جهاتنا وحاجاتنا وكل شي خبزين كتار من الأعراب كانوا يجو إن شاء الله ما نضلنا هيك إن شاء الله نظرة من نعل الحسين تجلو عنا ظلمة عاكفة جفت منها الظروع وتلفت منها الظروع وانهملت لأجلها الدموع فحفظا حفظا لغراس غرسها بيد الرحمن وشرغها ماء الحيوان إن تكن بيد الشيطان تحز وتقطع فمن أولى بأن يكون عن حريمك دافع يا أخوان سراج اكتشاف ذلك كله ساعات ليلكم عملوا خلوا لقلهم فيقوا على هذه المعارف حتى وقت تقعد قول في بحر فسيح نعم فقالت إلهنا وسيدنا لمن هذا النور الزاهر الذي قد أشرقت به السماوات والأرضون في رواية أنما كنا لنعهد هكذا نور يعني ضوّت أكثر مما كانوا فيه فأوحى الله إليها هذا نور اخترعته من نور جلالي لأمتي فاطمة لذلك وقت لتعرفك حقائق وفيه فاطورة بده تندفع ما بيطلع بعض الجهال بقول لاش علي قاعد بالبيت علي مسلم لأمر الله في فاطورته وقت اللي قاله رسول الله هك بده يسير وهو عارف أنه هك بده يسير لاش أنت لو ما هيك بقيت بالوجود بق الملائكة لاش بقوا لاش بقوا الأنبياء فهي دفع فاطورة مو قضايا سياسية سياسة للأرزال من الظلمة طبعا المؤمنين وإلا الولادة المؤمنين كانوا هم ينفذون خدمة المؤمن بس الأد هذا سلمان وهذا غيره ممن كانوا فأوحى الله هذا نور اخترعته من نور اعتذرت طولت عليكم اليوم من نور جلالي لأمتي فاطمة ابنة حبيبي وزوجة ولي وأخي نبي وأبي حججي على عبادي أشهدكم ملائكتي أني قد جعلت ثواب تسبيحكم لأنه انقطعوا وقت الظلم هني وبطلوا يسبحوا جعلت ثواب تسبيحكم وتقديسكم لهذه المرأة وشيعتها ومحبيها ليش بيقول له عليه وأن الملائكة لا تستغفر لكم إشارة إلى أن من دفع فاتورته إلى يوم القيامة قال فلما سمع العباس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وثب قائما وقبل بين عيني عليه عليه السلام وقال والله يا علي أنت الحج البالغة لمن آمن بالله واليوم الآخر خلاص انتهت من المبدأ للمعاد إلهي طبعا هذا كان الليلي مفروض اتحدث بعد أيضا كذلك الأمر عن الحمد في الآخر هذا أجله إن شاء الله بلكي بكرة من حول بينه الحمد في الأولى مبدأ الحمد في الأولى ظهور النعم عليه منه خلقه كل خير غدا إن شاء الله أتحدث في كيف استلم هذه النعم بعضنا لوثة لذلك ينتظر محمد بعضنا لوث النعم كم من نعمة أنعمها إمام الزمان علينا في كل صباح ونحن نطفئها بأقل من ثوان نحن نحرقها بأقل من ثوان سيدي كرامة لأمك فاطمة عد على جهلنا بحلمك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة ولا تؤخذنا بذنوبنا ولا بجهلنا أنت الأب الرحيم والحفيظ العليم الذي ملكك الحق المتعال أزمة البسط والقبط سيدي كرامة لأمك فاطمة وإقرارا بفضلها وبراءة من أعدائها ومنكري فضائلها تحنن علينا تحنن علينا وكرمنا فإننا نعلم أن أسعد شيء على قلبك ذكر أمك فاطمة هذا الحسين استنقض الحر بن يزيد الرياح من قاعر جهنم بكلمة عن فاطمة بكلمة كلمة قال يا حسين لا أستطيع أن أتحدث عن أمك بسوء كلمة كانت كفيلة الحسين يشيله يعمل ولي الله سيدي لا نكون أقل من ذلك ما أقول لك حطنا بدرجة الحر وإن كان له خصوصية خاصة خارج شهداء كربلة لكن فليشملنا عطفك ورحمتك اللهم عجل لوليك بالفرج والنصر والعافية انصر ناصريه واخذ الغاذليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا